تظاهرات المعارضة الفنزولية التي كانت مقررة اليوم في كاراكاس ألغيت من قبل أنريكي كابريليس والرئيس البوليفي يتهم واشنطن بتحضير الانقلاب في فنزولا لتبرير تدخلها لاحقا أخر التطورات على الساحة الفنزولية نتابعها في هذا التقرير كاراكاس كانت ستشهد تظاهرة اليوم أمام المجلس الوطني الانتخابي لكن تظاهرة ألغاها زعيم المعارضة أنريكي كابريليس متهما مناصر الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو في وقت سابق بالتخطيط للتسلل إلى التظاهرة كابريليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية دعا الحكومة إلى الحوار لحل الأزمة السياسية في البلاد التي خلفتها نتيجة الانتخابات المتقاربة بين المرشحين نتيجة أثارت غضب المعارضة التي شككت بها ورفضت الاعتراف بفوز مادورو الغضب ترجم في الشارع سبعة قتلى وإصابة ستين أخرين واعتقال 139 شخصا احتجاجات المعارضة دفعت مادورو إلى القول إن الحكومة لا تقبل بأي ابتزاز والذين دعوا إلى القيام بأعمال عنف هم الذين سيتحملون المسؤولية كما طالب الشعب الفنزولي بالابتعاد عن أعمال العنف سرعة الولايات المتحدة في انتقاد الإعلان رسميا عن فوز مادورو ودعوتها إلى إجراء عملية تدقيق في الأصوات لم ترقى للرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي اتهم واشنطن بالتحضير لانقلاب في فنزولا وبالسعي إلى خلق عدم استقرار لتبرير تدخلها لاحقا لم يقف الأمر عند حد الاتهام فقط بل أعلن استعداده للدفاع عن الشعب الفنزولي الثوري بعد الاستفزاز والاعتداء من الحكومة الأمريكية على الرفيق مادورو بحسب تعبيره